مجلس الشورى ومجلس النواب وتحقيق السلام العادل والشامل وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة إن مجلس الشورى ومجلس النواب وإذ يباركان إعلان إقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل فإنهما يؤكدان على أن هذه الخطوة تصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها كما وتأتي في سياق النهج البحريني الأصيل والتاريخ العريق في تعزيز الانفتاح والتعايش مع الجميع والتماسك المجتمعي فيما بين مختلف الأعراق والديانات ويؤكد مجلس الشورى ومجلس النواب دعمهما لهذه الخطوة التاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإقامة الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين والاقتصادين المتقدمين الذي من شأنه أن يبني على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط ويدعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة ويشيد مجلس الشورى ومجلس النواب بالدور القيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهدها الشيخ محمد بن زايد الانهيان بتاريخ الثالث عشر من أغسطس 2020 في إعلانها إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل ويعرب مجلس الشورى ومجلس النواب عن تأييدهما لقبول مملكة البحرين دعوة الرئيس الأمريكي لحضور مراسم توقيع الاتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بتاريخ الخامس عشر من سبتمبر الجاري في البيت الأبيض وقيام وزير خارجية البحريني بتوقيع إعلان السلام ويدعو مجلس الشورى ومجلس النواب الحكومة الموقرة إلى التشاور مع السلطة التشريعية عند اتخاذ أي خطوات قادمة في هذا السياق ترجمة نانسي قنقر